تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهن نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوسعة شبكة الطرق في البحرين كشف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن إطلاق حزمة من المشاريع التطويرية لتوسعة شبكة الطرق في البحرين التي من شانها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في مملكة البحرين نتيجة التطور والتوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات وأوضح سعادته بأن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع لطرح مفهوم جديد لتوسعة شبكة الطرق في البحرين تكون انموذجا يعكس التوجهات القادمة بما يتماشى مع انسيابية الحركة المرورية ومراعاة الجوانب الجمالية وتكامل خدمات البنية التحتية الأخرى لتضمن الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة في جميع الطرق الحيوية حيث تشهد المملكة نهضة في التطور العمراني والاستثماري وأشار خلفي لأن الوزارة كثفت جهودها بمراجعة المخططات الاستراتيجية من أجل توسعة شبكات الطرق الحالية حيث هناك حزمة من المشاريع التطويرية تصب في تحقيق أحد مخرجات الملتقى الحكومي التي تتعلق بعمل الوزارة بشكل مباشر وهو إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي